بسم الله الرحمن الرحيم وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا يليق بجلال وجه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه وبعد الصلاة والسلام على أول خلق الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أزاي المشاهدين وصلا بما سبق من حلقات برنامج بين الشريعة والقانون كان المخول أن يقدم برنامج آخر لكي نبأ الموسم الجديد لهذا البرنامج لكن كم الاتصالات الرهيب والتساؤلات لم يكن لنا إلا أن نستجيب لتلك التساؤلات الناس عايزة تعرف فين حقها وفين واجبها الناس عايزة تعرف إن كان اللي بتطبق ده شرعي ولا غير شرعي الناس عايزة تعرف إيه معنى إيه معنى ليس كل عدل حق إنما كل حق عدل فأثرنا أن نبدأ أو نصل بما سبق من حلقات في برنامج الشريعة والقانون موضوع الحلقة النهاردة يكون حلقة مجمعة هنحاول نستعرض الفكرة هنستعرض موضوعات حيوية جدا 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 تخص الفرض في بيتك وحياتك يعني دعوة صحة التوقيع اتلغت ولا ما تلغتش إيه قانون تسجيل الجديد اللي صادر الأمر هل هو مرهق ولا غير مرهق كويس ولا مش كويس الكلام ده يا أخوانا في خلال الوقت ده هنستعرضه مع حضراتكم سؤلت أسئلة كثيرة والله فيها سعادة وفايا حزن السعادة إن الناس بتتواصل الناس بتتصل الناس عايزة تعرف والفضل الله معجبة بالبرنامج لكن عن جالب الآخر تجد حزن في أسئلة يعني تعبر عن خلل في المجتمع وخلل في بعض الأسر وانهيار في حياة الأزواج بغير داعٍ وغير سبب يرجع في الأصل إلى أننا فقدنا الدين لهو أساس كل شيء في الحياة وما زلت وأكد لحضراتكم اللي عايز يستفسر عايز يعرف الأرقام موجودة على الشاشة وأي مشكلة قانونية إحنا مستعدين وده موضوع الحلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها في كل المشكلات بس أهمها يعني اللي هي نطأ في الساحة اليوم من دول نطأ في الساحة عشان تعرف نعمل إيه وإزاي تتصرف وإزاي ده في صالحك ولا غير صالحك فأسئلة تنم على الناس فعلاً في مشاكل حقيقة بتنهار أسر لأسباب تفهى قصة الحضانة والأطفال اللي هم بيكونوا حيارة بين الأب والأم ونرجع نتكلم على أطفال الشوارع وإيه اللي بيحصل وإيه اللي بيكون وإحنا السبب نحن من خلق هذا الجيل لأب وأم غير مسؤولين أو غير مؤاهلين إن يفتحوا بيت أو يقيموا أسرة زي ما ربنا طلب أو أسرة من الحمى أو أبو العريس أو أبو العروسة أو أم الزوجة بيتدخلوا في أمور ما لهمش فيها بل ويجعلوا من الطين بلة والدنيا بتزيد والمشاكل تتضخم ولو رجعت للأصل إيه تلاقي الموضوع أبسط مما يكون ومعنا أول اتصال من رندا رندا عبدالله قالوا تقريبا الاتصال قطع يعني منتظر حددك ونشكرك على اتصال سنشكرك فن فيخونا لازم تعرف حقك بفكرك بالبرنامج على مدار العشر حلقات السابقة بين الشريعة والقانون أكدت لكم أن فيه ناس بتحرم على العشيتنا ما بين الحلال والحرام ويفتي بغير علم وينغس على الناس لأسباب وأهداف معروفة أساسها القانون ده حلال القانون ده حرام ويفتي بغير علم لا عنده علم ديني ولا عنده علم قانوني ولا عارفه بيقول إيه مجرد بس بتكلم أو يمكن فصح في لسان وحبتين ويتكلم فيه ما ليس له به علم مطلقا طمنت حضرتكو أن ما نحكم به لا ده شرعي لا الناس اللي وضعوا القانون زي السنوري باشا أو من وضع القانون ما كانش عندهم استعداد فطري أن يخش جهنم مثلا ده نفسه برضو مسلمين مصريين بيضعوا للصالح العام وعلى رأس هذا الأمر شرع الله بفكرك أن القانون مدني الذي نحكم به كم كبير من الكتب والمواد القونية معانا رندا رجعت تاني تفضلي أستاذ رندا ألو أستاذ رندا ألو أيوة على السودك يا رسازة ألو أيوة ألو سامعك يا فندا تتفضلي أيوة لو سمعك نعم ألو أيوة أقول تفضلي تفضلي يا بنتي ألو أيوة رندا تفضلي طيب أشكرك حاولي تتصل تاني يا رندس يعني معاك إن شاء الله فخلاص أن الله سبحانه وتعالى لما اختار الدين الإسلامي والقرآن الكريم هذا الكتاب العظيم اختاروا لأن يكون خاتم الرسالات يصلح لكل زمان ومكان يصلح للتطبيق في كل لحظة حتى قيام الساعة واختاروا الله ليكون الفاتورة النهائية اللي يحاسب عليها الخلائق أمام الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا بيسر ما بيعصرش ربنا ما خلقناش عشان يعزبنا أو يدخلنا النار أبدا ولقد اتكرمنا بني آدم وحملناهم في البري والبحر تكريل بني آدم وصخر لك كل شيء يجبق بعض المتحزلقين ويبتدي ينغس على الناس عشيتها فيما يفعلون القرآن عشان صالح لكل زمان ومكان لأنه وضع قواعد عامة قواعد عامة تتطور بتطور المجتمعات يجوا الأئمة الأربعة أو من بعدهم يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم يبقوا عارفين روح الشريعة إيه يعني تلاقي الإمام الشفعي له مذهبين مذهب اسمه المذهب القديم ده كان وضعه أيام كان في العراق ومذهب اسمه المذهب الجديد وضعه لما دخل مصر مش مختلف بس هو تطور مع عادات المصريين اللي بتختلف عن عادات العراقيين لكن كله تحت عنوان واحد لذلك الله سبحانه وتعالى ألهمهم روح الفتوى يعني يدخل حد على الإمام الشفعي يقول له لو قتلت لي توبة يقول له لا ما لكش توبة وينهره في نفس المجلس يدخل آخر يا إمام لو قتلت لي توبة قال له نعم لك توبة استعجب انت بتقول رأيين في مسألة واحدة في نفس التوقيت أو لا شوف الروح بقى التوفيق اللي ربنا أعطهله عشان يسر على الناس اللي قال له لا ما لكش توبة كان ينوي القتل قال كده كان ينوي القتل عايز يروح يقتل جاي ياخد الشرعية عشان يقتل فقلت له ما لكش توبة لو أخوفه وأراهبه من عذاب الله التاني لك توبة لأن الله سبحانه وتعالى رحيم لأنه قد قتل فعلا وارتكب هذا الجرم فأردت أن لا أقنطه من رحمة الله شوف روح يضع مذاهب يضع لك صفرة كبيرة على ما يسمى الطعام بيختلف ده نوع وده نوع وده نوع وده نوع وده شكل وده شكل لكن يا أخواننا كله تحت مسمى اسم الطعام هكذا فعلت الشريعة خيرت أنت تختار ولا تلوم على آخر أن نختار الأمر ده تصلح شريعتنا لكل زمان ومكان لأنها وضعت عموميات يعني تقريبا تلت تربع قرآن أو يزيد في المعاملات معنا اتصال تفضل الشيء عمد تفضل الشيء عمد اتفضل أنا وسألو الزاعمد تفضل الزاعمد أهلا بيك زاكو الزاعمد تفضل الحمد لما نور يا فندم والله الله يخليك يا أحمد تفضل يا حبيبي تفضل احنا ان شاء الله عايزين نعني نتكلم في موضوع ذو شقه تفضل الشق الأول أن احنا على يعني لكل مقام المقال ولكل حادث حديث نعم والحادث الدائر حاليا هو انتخابات مجلس النواب للاستحقاك الدستوري نعم وقد أتممنا لاستحقاك الدستوري الآخر وانتخابات مجلس الشيء نعم وان شاء الله احنا على اعتاب انتخابات المحليات اللي هي انتخابات التنفيذاش مجلس الشعبين المحلية نعم فاحنا عايزين تسليط الضوء يا ريس بعد إذن حضرتك على موضوع انتخابات مجلس الشعب والشيء وانتخابات المحليات والفرق ما بينهم وما بين عضو مجلس الشعب المحلي وعضو مجلس النواب وعضو مجلس الشيء حاضر الزحمة يعني الأمر الأول نعم الأمر الثاني احنا كنا تكلمنا من تحلق سبق من الشرع والقانون في بعض مشاكل الأسرة نعم كانت المشكلة اللي كانت ما حضرتك فيها ان هي مشكلة الزواج القاصر وإثبات النسب وعقد القران بعد البلوغ السن نعم ما هي الحقوق المترتبة بعد عقد القران ما هي الحقوق المترتبة أو الحقوق التي تثبت بعد عقد القران حاضر شكرا تمام يا فندم ماشا حبيب شكرا الزحمة أشكرك على ما تمثوا من موضوعات فعلا هي ده موضوع الحلقة اللي بنتكلم فيه لما سمناها حلقة مجمعة عشان نتكلم في المشكلات دي عشان نتفاعل يا أخوانا مع الواقع اللي احنا فيه قبل ما أجاوب على الزحمة خلاص بفكرك بالبرنامج البرنامج عبارة عن ايه النهاردة خلاص بين الشرع والقانون تصرفك بين شرع الله وقانونك اللي تحكم به ايه القوان المدني قال ربنا سبحانه وتعالى وضعه في العموميات اللي هو قوان المدني بيحكم كل الحياة فيه كل القوانين قلت لك وقرآنك ودينك فيه كل القوانين كلها بلا استثناء ربنا سبحانه وتعالى مفرطش في الكتاب من شيء يجي في القانون المدني يقولك الإصال الأمانة حلال والله حرام الشيك حلال والله حرام سند الإذن الكيمبيالة يحرموا على الناس مش عارفة الله صبحانه وتعالى في هذا المجال حط قاعدة عامة يقولوا زيني أمانوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه السيدة رندا من الأسلوات اتفضلي يا رندا أيوة لو سمحت اتفضلي أيوة حضرتك كان عندي مشكلة في المعاشات إن أنا باخد المعاشي وفجأة أطعوا المعاشي بني لإني قال أخويا بلغ أن أنا متزوجة دا كلام باطل ورحت بعتلهم جايبانهم ورق يثبت من المحكمة ما العدول بيني وبينه والقضية لإن بين كثابت القضية بعدها باربع تيام راح اشتاكوني المدير عمادة بخوزة رفض تماما أن يفتح الباب لي أو يسمعني ونوظفين متعسفين بي جدا وأنا دلوقتي إليها شهرين مش بقبض المعاشي يعني أعمل إيه أكل إيه وعيش منين يا بنتي معلش أنت تابع أنهي مديرت أسيوت تأمير ومعاشات أسيطه مجمع المصالح مجمع المصالح بأسيوت مجمع المصالح العاكمية بأسيوت ماشي حاضر حاضرا أجاوبك حابيت عنيه أقولك تعمل إيه سهلا حاضر شكرا نعفو منك طب يا أخوانا نجاوب على الأستاذ أحمد برضو أمر يتصل بالواقع اللي احنا فيه الاستحقاق الدستوري الأول والله يا أخوانا بلا تعريض أو بلا محاباة نحن نبدأ في عهد جديد عهد بيبدأ بالتنظيف بيبدأ بنحط فيه قواعد اللي كان يجب تتحطي من سنين اللي الأمم ارتقت علىه وطلعت وننسوا الكلام ده لكن قدر القيادة السياسية في مصر أن نبدأ من الأول وفعلا بنبدأ وبدأنا نقنن وبدأنا ندخل في مسائل هي المستقبل لكن البعض اللي يريد لنا الخير عايزنا نظل كما نحن يفتي بغير علم هو هدف البلد تفظل كده لكن بطم من حضراتكم أن القوانين اللي بتضع لها كيان عشان نعيش عليه وفي صلحك قد يكون الظاهر أو بعض المغرضين يقولك لا ده مش صلحك ده دولة أتودينها في داهية ودولة إيه اللي وهتوديك في داهية وبتحربك يعني ده الدولة ما هي للأفراد لكن هي أمور صحيحة زي قانون التصالحات قانون التسجيل اللي أكلم حضركم فيه بعد قليل لو جينا لاستحقاق الدستوري الأول كان مجلس الشيوخ وتم على خير السيد أعمال الجندي عايز يعرف يعني الدنيا إيه النهاردة إيه مجلس الشيوخ وإيه مجلس الشعب والمحليات اللي في الآخر بدأنا يا أخوانا نضع استحقاقات كالدول المتقدمة لأن احنا والله في الأصل دولة متقدمة نحن مصر بلد الحضارة بلد الأزهر نحن من علمنا العالم والله بلد الفراعنة اللي حطت أمور ما زال العالم إلى هذه اللحظة بيتعجب فيه يعني أقولك القانون بتاعنا فرنساوي أصله فرنساوي مين اللي قال الكلام ده؟ يعني فرنسا وما بيها بقى يعني ربنا يجازيهم بنواياهم في حبيبنا رسول الله لكن بطمنك قانونك مش أصله فرنساوي أبدا ده قانون الفرنسي لأصله مصري لما جم وفكوا حجر رشيد كان عليه القصص القوانين وتنظيمات وقانون إداري وقوانين كتيرة جدا خدوا الكلام ده والأسف صدره لنا بس هو في الأصل مصري فرعنا اللي عملت الأهرامات وعملت المسالات وعملت ديننا كلها ما كانوش هايانا يحطوا شوية قوانين يطبقوا بيها ده وانا خايف يقولوا طلقوا الأمر وما كانوا ما نعرفش فدي بلد عظيمة بلد حضارة مش هيهزها أو هيخش في جزورها شوية سفلة من الآخر طب يا أخوان معنا اتصال عم رجب لو سرتفاض没有 السلام عليكم عليكم السلام إزاك عام رجب إزاك صحة بالصحة اتفضل عام رجب يا فندم بالنسبة أنا مجبب معه ألف ألف تلاتة وتلاتين ألف إيه ألف تلاتة وتلاتين ألف تلاتة وتلاتين طيب وبعدين وبعد كده خلي بالك معاي ثلاث بنات ومعايا ولدين وعامل تقرير صحري نجحت بي جاتني فيزا بالتعمية وخمسين جنيه كل شهر رحت على ساس أستلم الفيزا مرضوش الدهاني قبل ينجلوني أنت بتقبض معاش طب هو المعاش أنا بقى سعبت قرض من بنك ناصر بتسعمية فاطلة مية وعاجة يا فندم جل برك ملكيش فأنا بطراحة ما عارفش أعمل إيه بقى بطراحة حاضر يا عم راجب أجاوبك حبيب إذا أنا أعيش بالمبلغ ده إزاي بس والله عندك حقق يا عم راجب حاضر يا عم راجب حاضر شكدين يا سأل تنصد شعب شكرا أقولك عايب تعمل إيه يعني قبل أن تكسر الأسئلة خلاص يا أخواننا بلدنا على أعتاب عهد جديد بدأت بمجلس الشيوخ المجلس اللي بيساعد مجلس الشعب أو مجلس النواب مفقى التسمية الجديدة إيه هو قانون الانتخابات وإيه هي القصة بالزبط قلت لحضراتكم سابقا أن الأصل في الديمقراطيات أن الشعب يحكم نفسه بنفسه يعني الديمقراطية تعرفها حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب يعني الشعب يحكم نفسه يعني عايزين يعملوا أمر معين ياخدوا قرار يجمعوا الشعب كده في منطقة معينة وياخدوا قرار بس ده طبعا أمر يعني هيبقى فيه استحالة مادية ورغم فيه بعض الدول الصغيرة إلى هذه اللحظة بيعملوا كده فعشان الحياة تمشي ويبقى صعب أن الشعب يحكم نفسه خلاص اختار ممثلين له اختار نواب واللفز واضح نواب نائب عنك بقى بينك وبينه عقد وكالة موكل عنك حتى ولو لم يكن مكتوب أنه يمثلك في هذا المجلس بس السواء زعلاء اتفضل معنا اتصالوا زي علاء اتفضل حبيبي مع حضرتك علاء سفارد اهلا وسهلا زيكو زعلاء اتفضل والله يقرب خطرك حبيبي اتفضل احنا والله يقبل اي حاجة بنحبك في الله الله يحبك اللي زحبت فيها اتفضل حبيبي اتفضل ربنا يدك الصحة اشتسمع حضرتك بس عظل نسلة الضوء ايوه على قانون الصحافة قانون الصحافة الصحافة من له الحق في ممارسة عمل الصحافة من له حق ممارسة عمل الصحافة حاجة تانية لان الامر اختلط على الناس النهاردة مع المستشار ايوه سيني معاك مين الصحف الفعلي ومين الصحف الدخيل على مين الصحافة نعم يا ابني والله حاضر بالله عليك عوزيني ننور الناس لان النهاردة بقت كلها زي بعضا ايوه يا ابني الاسف حاضر يا علاء حاضر حاضر او طبعا بيتخذ بقى صفة الصحافة وصفة بش عارف ايه وصحافة وكلامنا كله وهو اصلا يعني ممكن بيقرأ جرنوب وما ايه الا مسميات ومسميات فقط او يبقى في وسط الناس وخلاص حاضر يا اوزي علاء نفعان الله وإياك معاك الله يخليك عليك حبيب شكرا حبيبي باش معاك الله يخليك عليك فالنهاردة يا اخواننا يبقى حكم الشعب للشعب لصالح الشعب انت بتختار نواب بيحكمه بناء عليك انت وفق التوفيط اللي انت عملته رعت الصندوق حطيت صوتك وكأن قلاص فوضته وكلته انه يحكم مكانك وانحنا نظامنا نظام رئاسي برلماني دي نظام في مصر هو من احسن الانظمة اللي ممكن يكون بتحكم لكن في ناس ما بيعجباش العجب للأسف يعني طيب السادة النواب اتقى الله يعني مش من اجل ان تنجح معانا السادة حسان ملقصر انت فضل السادة حسان السلام عليكم عليكم السلام نور الشاسة مش تسهل والله الله يخليك يا سادة حسان تفضل حبيب تفضل عم حسان عندي مشكلتين اثنين تفضل وانشاء الله رحكون عليك انشاء الله يكرمك تحت امرك الله يخليك اولا انا رجل عمري 68 سنة طيب ومؤمن تأمين صحي معي سجل تجاره لغاية طيب ومتعور في رجلي وعمل عمريتين في رجلي حق مسامير وشرائح حاليا يعني مبارح تكتف سلت من رجل تأمين طيب وعندي في كلية حقوق حقوق السيوت حقوق السيوت ما شاء الله ما شاء الله هم التلاتة دول بسم الله ما شاء الله ربنا ابركلك فيهم وتنلبي الرغم اولا اقسم بالله العظيم لم ننتلك على جرات ولا فيه داخل لي داخل تدخل جيب كل شهر لا ارد في الاصلاح ولا ارد في الاهال صادق سيدي حملت كبسيون طبي نعم المرة التالتة الكبسيون يديني لا يستحق لا يستحق ليه ليه لك ليستحق لي يعني حالا مرضية وعندي تقارير وعندي اشعاعات وعندي تقارير من كل البكاترة من ضمن الدكتور محمد موسى التعصيوط اللي هو عمل للا عملية في الرجل أولى وعمل للعملية في رجل تانية. طيب. ايه بقى المشكلة? يعني النهاردة ايه? يعني عاملو ماك يا عامل حسان. طوضع يا مستشار. طوضع ستة مستشار. طوضع مع ذا كاثرة مايفهموش. نعم. بدون ما يتبلعوا فيك. ولا اخذها اجوالها تقول لك رجع التعميل تروح تلقى. يقول لك لا يستحق. طيب. هجوبك يا عامل حسان وهقول لك هتعمل ايه? معلش بس خليني نكمل. اتفضل. عايز نصف. عايز نصف. معلش يا يا مستشار. عايز نصرف على عيال دي. نصرف عليها من حدي انا ناخد معاش كرسيون ولا مش من حبي. حاضر. حاضر عامل حسان. السؤال التاني. اتفضل. يا مستشار انا عندي قضية ليا فلوس على واحد نهاردة لها سبع سنين. اه. بيها وصولات امانة. مم. لغاية دلوقتي ما اتلميت على الجرش اللي انا ده تحت للرجل ده وعن طلبه بجوز. خدت عليه احكام يا عامل حسان? خدت عليه احكام? احكام وتروح عند الغفر والغفر يقول له للشرطة نهاردة اياك. وروح يهرب. والدنيا مدعوك بالصراع النبي. تمام. تمام. اه. طيب. حاضر. فشوف الناح اللي مستشار العناية حاضر. اقول لك تعمل العناية حاضر. حاضر يا حبيب. حاضر. يبقى اخواننا النهاردة عضو مجلس الشعب. النهاردة انت اتق الله. ما انا خير ومن يمثلكم. وانا هاجب لكم وهعمل لكم واسوي لكم. وهو والله لا يملك من الامر شيء. يعني عضو مجلس الشعب او مجلس النواب اللي بترشح وينزل في القرى او عند الناس بساطاء امثالنا. ويعود يدي وعود. وطبعا بعد الانتخابات الليل تنجاحه ما حدش عاد يشوفه او لو تعرف اسمه ايه. وكانها امور يعني مصالح شخصية. لأسف. بس عايز اقول لهم النهاردة احنا خلاص بقنا في عهد جديد. يعني نهاردة كنت بتجرب ورقة على الوزر عشان يمضي لك وكبه كله. اعتقد الوزراء بقوا بيشتغلوا صح. لا يخاف من استجوابها تعمله. ولا طلب احاطة. لانه طالما صحيح خلاص. تبقى انت عادي زي ايه فرض? معانا استاذ ابراهيم اتصال? اتفاضل ابراهيم. اتفاضل ابراهيم. نعم اباشا. اتفاضل عادي تفضل عدسغل شهات المشهر. اتفضل. ايوه يا باشا. اية عمي تفضل. ليها مشكلة كده عايز اعرضها. كانتت. اتفضل، عايز الصالة السلام اتفاضل ريسيدي. آآ ليه الايجار يعني. ايجار? آآ необي اه 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 اجار لك قليل تخانهم مع بعضهم واö آآ اعواروا بعد يعني. مين خانق? مين? مين? ابني وجراني يعني. طيب. صغيرة يعني. طيب. وعواروا بعضهم. آآ وابوه الرجل اللي انا آآ ابني اتخانق معاه. آآ راح المشتشفى عمل آآ يعني تأريل وبتاع وآآ ورش يعني رش جامد يعني. معلش. آآ وبعدين. آآ وجيت قعدت في وسط ناس وحكموا عليها بعشر تلو جنيه. طيب. وبعدين قعد عرفي. آآ مجلس عرفي آآ. 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 فقعدت وليت نفسك وليه مشكلة كده يعني ايه? آآ جسمي يعني زال. لان التعويرة ما تستهلش حتى ده غرزة. آآ. كنت حاعمل حاجة كبيرة وآآ وزعلان يعني. يعني. عايزة تبصر مسات المشتشار كده ايه حل يعني. طيب. يعني انت يعني هو عمل جنحة ضدك بجنحة ضربة او? آآ اذا عمل بقى تمن غرز وعشر غرز ومعرفش المشتشفى ديت يعني الضلال فيها كتير اوي اوي اوي. حتى فيه واحد من 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 الشرطة قلت في قلب المشتشفى كتب كتب المحضر يعني بضلال عشان خد بلوس. عوز بالله. لسه برضو ما فيش فايد. حاضر حاضر عمي براهيم ما جاوبك حالقولك وقولك. الله العظيم يا بشر. ضلال فوق الخيال. مستشفى جوسنا العام. لا احاول القوة اللي بلا. حاضر يا عمي براهيم. حاضر. حاضر. اجاوبك حبيب حاضر. تفضل. تفضل يا عمي براهيم. في سيادة النائب او من ستكون نائب وانحنا خلاص على اعتقد الدخلين على المرحلة التانية من من المرحلة الاولى عشان تنتهي وينعقد مجلس الشعب كما انعقد مجلس الشيوخ اول الجلساته النهاردة وبدأنا خلاص نبدأ حياة قانونية صحيحة. حياة قانونية صحيحة عشان نبتدى ننطلق الى الامام. لكن يا سيادة النائب انت لا تملك من امرك شيء خالص. ما بتعرفش. انت راجل داخل مشرع. تشرع القوانين. وبتفرغي الدولة لهذا الامر. وتتقاضى عليه راتب. وبدلات حضور. وامور كثيرة جدا انت عارفها. لكن انا هعمل وهرسف طرق. وحط كباري. واجب لكم القطر. وعمل ايه كلام ده ما يقدرش. ده خطط خمسة في الدولة. وشغلين عليه. لا شريعة تقبل هذا الكذب ولا قانون. لن يدير حدودك. حدودك النهاردة انت راجل تشرع قانون. ومعنا تصالل استاذ امينة. تفضل امينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت عايزة اقول ان اخوي محبوس. اخوكي? اه. محبوس في ايه بنتي? ميه? محبوس في ايه امينة. انا كنت اسألك عن مسألة قانونية هو محبوس مفجون يعني في سجن. بينفذ عقوبة يعني? بينفذ عقوبة? اه. طيب. وهو كان ماخد ثلاث سنين قبل الحكم الجديد. واخد ثلاث سنين في ايه بقى? في ضرب ولا واخد في ايه? نا. هي الفئ مخدرات. اه. ثلاث سنين مخدرات. طيب. وبعدين? وبعدين هو مدته ثمانية وتلاثين. هو بيخدها سنة واحدة. طيب اجاوبك يعني يا حاضر. حاضر. حاضر يا امين. شكرا. طيب امك حاضر. يا شكرا. فياخواننا النهاردة ده مجلس الشعب. هيبقى بقى اخطر استحقاق. القعدة. القعدة الجماهرية. المحليات. ارجو يا اخواننا اني نلفز هذا اللفظ عن ما يسمى فساد المحليات. نعم يا امين. نعم خلاص احبت اجاوبك عني يا حاضر. حاضر يا امين. المحليات يا اخواننا ده بتحكم في قرى وبتحكم في بلاد ومتصلة بالواقع. يجب ان نلفز ما يسمى فساد المحليات. خلاص اتقوا الله واشتغلوا. اتقوا الله ووظفوا كل الامكانات الموجودة. الهدف ايه ده شوية نظافة وشوية اه متابعة انارة ومتابعة افران عيش ومتابعة امور بسيطة جدا. لكن عايز اتق الله فيها. فالمحليات النهاردة ياريت يا شباب. تخدموا على المحليات. ياريت تبدأوا بالقاعدة دي. محليات بعد كده ممكن تترشع مجلة الشعب. فهمت القصة. اخص بلدي الحبيب قرية رأس الخليج. معالس محمد ملو اصور. اتفضل از محمد. سلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتك معي مشكلة حضرتك. اتفضل يا محمد خير. اعلي صوتك يا محمد. كنت بضبط من معاش من الكرامة وتفضل. طيب ليه? اتفضل تلفزيون يا محمد وطي تلفزيون يا محمد وطي تلفزيون. ماشي. وقلولك انت محمل ان حضرتك. ايو. اه. واطعو المعاش بتاعك اه كرامة. وبعدين? بس. والغاية جيت ممكن سنتين وحاجة ومفيش يعني داخل الضالة ولا يعني حاجة بضبط مني. حاضر حاضر. انا. حاضر يا محمد. انا هاجم القصة المعاشات والكلام ده كله عشان فيها اسئلة كتير. وهنجاوب عليها باذن الله ان شاء الله. فالنهارض يا اخواننا المحليات. اه بشكرك يا محمد. اه. المحليات النهارضة دي القاعدة. اللي هتنطلق. بها الدولة. اللي تصلح حال البلاد. وبذات البلاد الفقيرة. النهارضة بخص بلدي. ولتكن نموذج لمركز شربين. نموذج كما كانت بلدنا. ولو تسمعوني. بلدنا كانت من احسن البلاد على هذا الخط. كانت منارة علم. احمد شوق العريان اللي حط بزرة التعليم في المنطقة. كان من رأس الخليج. عزماء خرجوا من رأس الخليج. لكن الاسف فيما اسمع. يأتي البعض. ملوش لازم اصلا. وطفى عالسطحك. لو طلع وعمل فيها. ولا يعرف حاجة. وكلها مسائل شخصية. وبيتضيع البلد. للأسف. مع هؤلاء. يوم اللي بيعبروا على الناس. معنا يا سيد الحمد بن فيوم. تفضل يا سيد محمد. اه باش. تفضل عليكم السلام. تفضل يا محمد. تفضل. والله سيدتك انا كنت عامل فيوم. وكنت عامل حادثة برا عنك في رجلي. وطبعا عملت عملت عملتين عملتين اونا ما نفقدش. عدت بطوش في البيت. قلب سلام عليك يا ابني. اه. الله سلام. وبعد اننا عشدنا وعملنا شراحة مسيحة. طيب. الله سلام. والله راجل مع اولاد وراجل عامل يعني بسيط يا فيوم. حاضر. واخدش القبض اللي هو بتاع الامان الزر ممتظمة دي. اللي هو كرامة لك. اه. طيب. حاضر يا محمد حاضر. اشكرك يا محمد لك يا تعمل يا حاضر. فخلاص يا اخواننا. كانت بلد نموذك طيب. ليه نهارت. ليه تقهقارت. ليه رجعنا. معرفش. فين شباب البلد. فين. فين الناس النظيفة في البلد. عشان نرقى بيها. نطلع بيها. نكون معبرين عنها. مش الدنيا كلها بتطور حولك. وانت قاعد. بلدنا فيها مقاومات كتيرة. وفقى راجل محترم في المحليات. استاذ ابراهيم طاجن. بحييه من هذا الموقع. راجل بيشتغل. لكن للأسف الطوابير الخمسة والستة والسبعة. مش عاجبهم الامر. يعني لأسف التعبير بتلصمه الراجل على اي حاجة. راجب ان عنده روح وعايز يشتغل. يعني احيي امثال ابراهيم طاجن من هذا المكان. معانا يا استاذ خير الله. اتفضل. السلام عليكم. خير الله. تفضل حبيب. السلام عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. للوقت احضر لك انا اقعد من عشان اسف. انا اقعد في بيت قدين. اللي هو بتاع الزمان دوت اللي هو اسره ميل. طيب. وجئت رحول نجدة عملت معينة. اسره ميل. اه. تشكر. قالك بكرة بكرة بكرة. مفيش بدون جدوه. رحنا الحي الخليفة. تبقى القلعة. وقالونا كل يوم تعالى بكرة. يا خير الله. هو تسجل تراز معماري ولا حاجة. لا حضرتك دي ايه وط. انا مش وطش. يعني مش وطش. يعني مش وطش. عام استوأت كده. طيب ايه المطلوب ايه المطلوب يا خير الله. عايز ايه. عايز ايه. عايز ايه. عايز ايه. عايز ايه. دي وصل صوتي. لرئيس حي الخليفة. يجي يبص على المكان اللي احنا اشوف فيه. الحيطة عنده واعد. طيب. حاضر 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 يا خير الله. الرسالة وصلت. ونناشد السيد رئيس حي الخليفة. يعني انت انت راعي ومسؤول عن رعيتك. شوف الراجل ده اللي عايش في يعني في حيك النهاردة. يعني من الاحياء الطيبة في في قائرة. ولسه عايش في بيت بالأسر ميل. اذا بيتكلم. شوفه. عاي. واتلاقي جنبك. يعني مش بعيد. شوفوا الناس. شوفوا الناس. قيادة السياسية مش هتعمل كل حاجة. انت مفوض تتعمل وتشتغل وتكتهد. وتحسي من الصورة. لان فعلا كويسة. معانا اتصال مسكندرية للتوزيزة باهية. تفضل يا باهية. ايو ما حضرتك. اتفضل يا بنتي. الله يخليك ازي حضرتك يا فاندس. الحمد لله. الله يخليك. معلش بس جوزي عندنا عمارة جر قديم. اه. واستعدين اللي كان مؤجر لهم محامي. اه. وبعد كده يجوزي رفع عليهم قضية. فالقاضي حجازها للحكم. طيب. فبعد كده جبنا خبير قال ان هم رمموا البيت وهم مرمموهوش. البيت يعني ما حصلش فيه ترميم. وبعد كده الخبير. يعني يا باهية. يا باهية اسمعين. يعني انتو تملكوا عمارة مؤجرة جر قديم. صح كده؟ ايوة. صدر له قرار تنكيس او حاجة؟ صدر له وهم مرمموش عشان جوزي كان مسافر. بس هبتوا دور لجوزي بقى فوق. كان عندنا دور الخامس شالوه بقى من هو كان مسافر. هم شالوه مسافر وكان عامل محضر بكده. مين اللي مرمموش السكان يعني؟ السكان اه. وحاسبوه على الترميم وهم مرمموش. طيب اجاوبك يا باهية حاضر. اجاوبك حاضر. طيب مين. يعني تعطي امر. فاخواننا خلاص يعني بلد فيها مقاومات فيها شباب طيب كرئيس مجلس القرف في القرية راسي خليج. ده مثال طيب والله يعني يمشي على جميع المجالس. لو موجود هذا الشخص. بلدنا فيها حاجات طيبة جدا. وناشر سيد محافظة الاهلية. سيد وزير السحر. سيد وزير الداخلية. عندنا حاجات كويسة جدا والله يا سادة. عندنا مستشفى كبيرة جدا. اكبر من مستشفى شربين العام. كمساحة ارض. لكن مباني خاوية. ما فيش فيها حاجة. والبلد مستعدة ان تساعد. مساعدة ان تقول. الشباب. اتفضل. سيد محمد الغربية. ايوة. اتفضل سيد زحمد. ماشي. اتفضل. ايوة. ايوة سيد الشهر. اتفضل رحبت عطى امرك. الله يخليك اسمشار. بقول لحضرتك ايه. نعم. لو عندنا مسجد بودرين اتنين. مسجد؟ مسجد بودرين اتنين. اه. وكنا بنصلي فيه من عشرين سنة بالدور التحتان وعملنا الدور الفقاني دلوقت. والاقلي قاموا على الدور التحتاني. افلوه وعايزين يغيروه المضيفة. طيب فين الاوقاف من الكلام ده يا 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 سيد. الاوقاف رحنا لهم على الجامعة لسه ما نضمش. ما ضموش يعني. ما ضموش بس دلوقت الدور التاني يسلم اتنين وتلاتين سلموا الناس الكبار مش قادر تطلع طبعا. طبعا. وايه مضيفة يعني ليه? يعني هيشيل جامعة ربنا لحط مكانوا مضيفة. تم شوفوا اي ارض. والناس الاقال هم هاجموا هاجموا لم ملترش باع المنبر وعمل كل حاجة الدور التحتاني. لا حاول لا قلت. في مسجد ربنا? طيب حاضر. اجاوبك وقولك هتعمل ايه? ناشا. اجاوبك انا. اجاوبك انا. طبعا. طبعا. مركز الصنطة. طيب حاضر. حاضر. مركز ايه الصنطة? مركز الصنطة غربية. غربية حاضر. اجاوبك اعني حاضر. ولا كتعمل ايه اعني حاضر. فبرضو يعني يعني وفاءة لبلدي ووفاءة لناس هناك من هذا الموقع وناشد السيد المحافظة اهلية. عندنا والله هي. بما انك المفوض عن وزير التربية والتعليم. مفوض عن وزير الصحة في هذا المكان. في مستشفى والله تصلح للمركز كله. تصلح وتشيل اعباء عن المستشفى شريبيل العام ومستشفى التهورف المنصورة وتشيل فيها حاجات طيبة جدا. بس شوية اجهزة. شوية مخلصين يشتغلوا فيها. اطباء موجودة. كانت في زمن سابق كانت من اعرق المستشفيات. ويجرى فيها عمليات جراحية. تبليه تخلفنا بقى. مش يجيب نمشي. سابق المحافظة عندنا ترعة. بقت مصدر وباء على الناس. مستعدين نساعد مع حضرتك في ردم الترعة. مستعدين والله نمد يد العون على قد ما نقدر. الشباب اللي خلاص بقعد على القهوة طول النهارة على نت. ملعب كورة موجود. وزير الشباب والرياضة. نظرة للشباب في خليك. نظرة للشباب في راز خليك. العجيب وهذا نداء لسيد وزير الداخلية. يا معالي وزير البلد لمت وجابه بالجهود الزاتية مكان يصلح لان يكون سجل مدني. وتم تشطيبه على احدث الطرز. وسنين دلوقتي عدت وما نعرفش ليه لم يفتتح. على اجراء اعتقد انه بسيط. عند السيد اللي هو المحترم مدير امن الدقالية. مكان يعني يحدي شوية من المركزية الادارية. عشان نصل الى المركزية. الناس عايزة سجل مدني موجود. هيخدم منطقة كبيرة جدا. ويشير تكدس عن مركز شربين. وناس كبار ما بيقدروش يروحه. امور كلها بسيطة. وننشر حضرتكو احنا مستعدين نساعد. عندنا رئيس مجلس محلي رجل محترم. نعاين نعاين ونشوف. هتلاقي حضرتك والله مقاومات موجودة. مقاومات موجودة نرتقي بيها. ونخرج بيها. نعم. معانا سيد محمد من السعودية تفضل. سلام عليكم. عليكم السلام. زكا سيد مستشارة. اهلا سيد محمد تفضل. حضرتك اه احنا لنا مشكلة واعزين نوصل صوتنا لسيد وزير الزراعة. اي اخي اي اخي يا محمد? احنا شارعين فدان هارد. تبع جمعية الوسطاني. تبع جمعية ابو سعادة. تبع دميات. الوسطاني اه ابو سعادة اه. 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 جارنا واخد بالك. احنا بعد منه. اه. جئ يوتي للطريق. بنا فيه سلم وزرع فيه شجر. وفدان ما فيه طريق للارض. وحبس وحبس ارضك? ايو ارض الارضانة محبوسة دلوقتي. طيب. واخد بالك والطريق بتاعها مقفوط. نعم. طيب محمد. طيب. دي المشكلة بس يا محمد ولا فيه حاجة تانية? هاي المشكلة احنا عقلين هواضي وما استفدناش بالهواضي. واخد بالك يعني فيه صور جنب الجنب اللي اجيب الطريق دي. الطريق ده حوالي من ثلاثة متر نازل للفدان. نعم. واجيه امالي فيه سلم وزرع فيه شجر. واخد بالك والفدان ليه الوقتي? ماليش اي طريق نهائي. ما زل خالص نهائي. حاضر يا محمد. حاضر. لهم امنوع البناء في الارض الزراعية تبدأ رجل بنا سلم. طبعين ننزل لارض الزراعية ازاي الوقتي? عندك جمعية زراعية محمد ولا مفيش? عندنا جمعية زراعية ابو سعادة. ابو سعادة. اجاوبك احنا ما اقولك تعمل ايه حاضر? الموضوع سهل. الموضوع سهل. خلاص يا اخواننا? يبقى دا مناشدة لسيد وزير الداخلية سجيل لمدني موجود. ومساحة جميلة جدا. ومتشطب على احدث الطرز. ولسه ما اشتغلش الى زي اللحظة. برضو مستعدين نساعد ونفرشوا الى اقصى درجة. يتم الامر بيه. والله حبا في بلدنا. ارجو. ان ننزر. ونعاين. ونشوف. والشباب المخلصة في رأس الخليج. سبكوا من شوقات المعوقين بقى اللي خلوا بلد تتخلف متين سنة وراه. سبك منهم خلاص. ده وفق الشريعة والقانون لكم حقوق كتيرة جدا. لكن ما تتركش السفينة. ما استبهاش للغير يعبر عنك ويشوي من صورة البلد. ترعة تتردى مستعدين نساعد على قد ما نقدر. ملعب مستشفى ممكن تبقى مستشفى والله مركزي. ومستعدين نجيب اجهزة. ومستعدين نجيب ادوات فيها. وترقى البلد وترجع اللي سبك عهده. ونساعد با اكتر من كده. وعالامكان. بلدنا فيها محترمين. رأس الخليج فيها محترمين والله. ومستعدين ساعد. يعني مش هكتر في هذا الامر. معنا محمد منين? ده قد اتفضل از محمد. معك محمد جمعة استاذ المستشار من المنصورة. انا مستعدين. استاذ محمد جمعة من المنصورة? وبراس الخليج يا سيدة المستشار ودخلنا صحابه جمايل. يا محمد تبقى. تبقى رأس الخليج يا محمد. ايه المنصورة يا ايه المنصورة على الراس. والله احنا سنتشرق بالسيادتك يا سيدة المستشار وشرفك بل. يا محمد الله يكريمك. ايه يا محمد تبقى رأس الخليج ده احبي بلادي الله. بس انت تعدتك تعدتك واثر في حقق مالك الشربين كل. لا والله ابدا. حضرتك قامة قامة كبيرة جدا قانونية. وكنا نقدر نستفيد بك انك تكون عضو مجلس شعب. لا يا عمب لا الله يجبر خطرك. الله يجبر خطرك. يعني. زيما كانت كاسية المستشار اما كانتش بقامات اللي ده حضرتك كده. يا حبيبي يا حبيبي والله نعف على الخير ومش لازم يعني نحط نياشين يا محمد وانت عارف الكلام ده. يعني على قد ما بنقدر نعمل. لكن مش لازم ابقى عضو مجلس شعب اقعد مجلس نواب عشان نخدم. ابدا والله. على قد ما بنقدر بيعمل. اللي واجه الله. والحب اللي في بلدنا. يا محمد. الله يخليك يا محمد ربنا يبارك فيك. شكرا جدا انك يعني والله انك ما بتنساش بلدك بكل خير والله يا ربنا. يا حبيبي يا سعادة ده بلدنا ومرجعنا إليها حبيبي طبعا. طبعا. اشكرك يا محمد وساعدني سمعت صوتك والله. متشكر يا حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ربنا يبارك فيك. متشكر يا محمد. مش هكتر على السادة المسؤولين. ومش هنحملكم. دولة انا عرف مش هستعمل كل حاجة. هنساعد والله. هنعمل. الراجل رئيس اللي واحدة او كرر بينظف وبيشيل عزاكم الله قمامة كل يوم. وبيحاول. لكن في ناس برضو مش عايزين الكلام. معرفش ليه. مش فاهم ليه. يعني عشان ايه? او بيعمل الكلام ده? لا 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 لا. سادة وزير داخلنا عندنا مكان يصلح وسجل مدني. ملعب كرة لو وزير الشباب باقل الامكانيات وهنساعد على قد ما نقدر. ترى عا تتردم حفاظا على صحة الناس. واحنا في وباء النهاردة اسمه الكورونا. موجودة عندنا الامكانيات دي. والاماكن موجودة. لكن مفيش اللي بيساعد او يتاخذ قرار. فارجو. ارجو. في المرحلة الجاية. يا شباب. المحليات جاية. ادخلوا بقوة المحليات. ادخلوا بقوة. خلكنتم ممثلين بلكو. لوجه الله. اول. مش لمقارب شخصية. ولا مصالح. ثم حبا في بلدك. لو ارتقت بها والله هترتقي بذاتك انت. وهتبقى عنوان طيب. معانا ام اسلام تفضلي. سلام عليكم. عليكم السلام. بس حضرتك عندنا مشكلة في مطار مبابا. مطار مبابا اه. خير يا ام اسلام. اه. 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 دلوقتي بيعملوا كبري. اه. ودلوقتي بيقولوا الناس اللي بقى لها عمري تاني بيقولولهم انه كنتوا تخلوا في شهر ثلاثة. اه. طب عال الناس دي هتخلي. هتروح فين. طب ما فيش تعويض. ما فيش للناس دي ولا الناس دي تروح الشارع. طيب حاضر. حاضر يا ام اسلام. احنا عايزين يعني عايزين حل. يعني الناس يعني للناس يعني اتروح فين. حاضر يا ام اسلام. يقولوا معاكم فوق شهر ثلاثة. احنا مش عارفين نكلم مين ولا نوصل لمين. اجاوبك احاضر يا ام اسلام. اجاوبك حاضر. ماشي. ماشي حاضر. يعني برضو اجمع الاسئلة كنت تتخويننا. وبردو لسه بدور في نفس المحور. الاستاذ رحمة الجين دي كانتكلم على مشاكل زواج القاصر والكلام ده كله. ايها الاب. ايها المسئول. اتق الله. ما تزوجش البنت قاصرة. ما تكتبش عليها عرفي. وبعد كده تقع في مشاكل ضخمة مش هتعرف تحلها. بالذات لو حملت. وبعدين تيجي تعمل توسيق زواج وتحاول انت تصلع. مش اشكرك يا ام اسلام لو كنت معانا. هجاوبك عني يا حاضر. عفوا. النهاردة في حقوق بتترتب على الزواج العرفي. لاني قلت لحضراتكم مفيش حاجة اسمها زواج عرفي وزواج مش عرفي. لا ده زواج زواج. ثلاثة جدونا جد. وهزلونا جد. النكاح. الطلاق. العطق. الدين مفيش فيه مأزون خلي بالك. لكن احنا مع تطور عصر وفازات الزمم بقى واجب موجود. يعني اتكلم على زواج موسق وزواج غير موسق. اللي احنا بنطلق عنه الزواج العرفي. الحرام ما هو بيسمى الزواج السري. يعني الشباب الخايب. والبنات الخايبة اللي بتعر اهلها. زوجتكم نفس زوجتكم وخلاص والموضوع انتهى. وتقع في مشكلة ما لهاش حل. معانا تصلي ياسمين. تفضلي ياسمين. لو سمحت يا سارة المشتشار. انا والدي انا متجوز حاليا يعني بس. احنا والدي احنا ست بنات. ما شاء الله. وجوش صبيان بس صبيان صغاري. طيب. وعمي معاه خمس اولاد. الصغار فيهم قد اخت الكبير. طيب. وهو مستقوي بيهم. طب يعني ليه يعني. ده بيعدها ليعني. هو مستقوي بيهم. يعني هو طلعنا من بيتنا. يعني احنا اصلا يعني بانينا بيتة الارض عشان نبعد عن المشاكل. اه. وبرده مفيش خيرة في الكلمة. المشكلة دي من سنة واحد وتسعين من مولد اخت الكبير. هو 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 اسمه يا سمين. العم الفضل. هو. ابوك الموجود يا سمين. اه بيهم موجود. بس احنا قلوبنا معاه عادات وكلهم مش عارفين اعمل معاه حال. طيب اجاوب كيف انت قولك تعمل ايه حاطر? حاطر. وورق الاراضي وكل حاجة والمركز نفسه يعني ما انا عارفش بقى المركز متواطئ. من المهم ان احنا مش بقين حلال حد النهار. طيب هو عمل مشاكل. يتركه ولا استولى على الارض ولا عمل ايه بالزبط? عمل ايه? هو مستقوه بعياله. بيدرب ابويا بيدرب امي. بيقابل واحدة فينا يضربها في الشارع. عوض الله. احنا بهدل. لا حاولوا يقول تلا بالله. يعني هو الحد النهاردة احنا مش قاعدين في بيت. عمل الكلام ده استولى على الارضة او خد حاجة او او هو الشباب ولاده رجالة. مستولى على البيت حاليا يعني مستولى على البيت اللي في البلد احنا بنين بيت بسيط خالص في الارض عشان نبعد عن المشاكل المؤقتة. طيب عندما البيت اللي في البلد احنا نوستيلينه. بقالك مسمه ايه يا اسمين انتو بلد ايه? احنا بلطيم اا قارة ابو سلمان. قارة ابو سلمان حاضر. قفر الشيخ بلطيم قارة ابو سلمان. قفر الشيخ حاضر حاضر. حاضر. بالله عليك تفيدنا الله خليك احنا ما عدمش عارفين يعمل له اهى. معيني يعني أجاوبك يا بنت حاضر أقول لك يا حاضر تعمل إيه حاضر يا ياسمين متشكري يا بنت حاضر فالنهاردة يا أخواننا خلاص ده استحقاق دستوريا لابد نضع عادينا في أيدي الدولة إن شاء الله بنرتقي إن شاء الله بنخرج قانوة تصالح في المباني ده صالحك والله مش ضدك بالعكس ده بينه المشاكل المعلقة تماما والبلد والدولة كانت متعاونة ونزلت بالغرامات إلى أدنى الحدود في صالحك زي خانوة شر العقار اللي نتكلم فيه الجديد هيكون في صالحك بإذن الله وهو أقول لك هنعمل إيه طب كانت رندا كلمت على مشكلة المعاشات وإن هي ادعوا عليها إن هي تزوجت في قطع المعاش يعني بتكلم في المنطقة اللي موجودة فيها ياسمين أنتو بتقدروا يا أخواننا بأمر بسيط جدا بتحري بسيط تشوفها تزوجت ولا مش متزوجها السجيل المدني موجود حاول تخش عليها وتخش شوف إيه كانت متزوجة تزوج رسمي ولا لا ما تقطعش مصدر رزقها ونخلف مشكلة في الدولة وتكون يعني تمدي إيدها ده حرام ده حرام فيجيب النهاردة يا ياسمين اشتكي ابعتي لوزيرة التأمينات أو الوزير اشتكي بهذا الأمر ابعتت اللغرافات عشان يرجع مع عاشك معنا يا أستاذ محمد مد أهلية تفضل السلام عليكم السلام مع المستشفرات تفضل يا حبيب تفضل يا سمحمد تفضل أنا مواطم من الدأهلية وليها الشرف إن أنا من الدأهلية زي حضرتك الله يكبر خطرك تعيش وإحنا له جامعنا الشرف من الدأهلية والله تفضل يا حبيبي وأنا وأنا بشكرك على مجهودك الذاتي أنت هتاخد جزاء من ربنا ربنا بارك فيك يا حبيبي والله تفضل أنا مواطن عجبني حضرتك وعجبني الشخصية واعجبني الإسلوب التطوعي اللي حضرتك بالتأمله فأنا حاجة إن أنا أشكرك وأقول ربنا الممصورة اللي أمرها والله دا بالخير الله يكبر خطك يا محمد شكر الله لك يا حبيب ربنا يجازيك خير على المداخلة الجاملة اللي أسعدتنا والله يا ابن والله يعني لا نريد جزاء ولا شكورة لحب البلد والله عايزين أكتر من كده عايزين أرتقل أنفسنا أنا بأعتبر بلد بتاع أي بطل أنا بأعتبرك بطل من البطل يا سيد الله يكرمك الله يكبر خطرك يا سيد متشكرين يا حبيب متشكرين الله يخليك متشكرين يا محمد ألف ألف شكر ألف شكر حبيب يا رندا خلاص هتشتكي التكلام دا تبعاتي لوزير أو وزيرت الشؤون الاجتماعية تقول ألمش متزوجة وأطعوا معاشي والشيكون في النيابة الإدارية التبع ليه والشيكون في النيابة الإدارية ويجيوه حق معهم أطعتوا المعاش ليه ولو لم يثبت عدم زواجك هتأخذ الكلام دا بأصل راجع منهم ما أطعوه كنا بنتكلم عن عم رجب برضو كان ألف وثلاثة وثلاثين جنيه وقدم وخد معاشي استثنائي تقريبا تسعمائة وخمسين جنيه وبرضو من بنك ناصر وأطعوه ليه أخوان عشان عنده معاش أبدا يعني دا احنا عايزين نصل للحد الأدنى من معاشات ألف وثلاثة وثلاثين جنيه هيعملوه إيه فليه تقطع التسعمائة وخمسين ليه إيه سندك في الكلام دا كله برضو عام محمد في النيابة الإدارية التابع ليه اشتكيوم والنيابة الإدارية جاءة محترمة بتحقق بحيادية ويجيب لك حقك ما وده لا شريعة ولا قانون أما يكون موظف وقاعد ويعطل الدنيا ويقره الناس في الدولة الأستاذ علاء كان عايز نسلط الضوء على قانون الصحافة ومين اللي يبقى صحفي كلام مزبوطة وزعلاء بعض الناس يمشي في الشيء يقول لك أنا صحفي ويعمل منشطات ويكتبوا لك صحافة وكاملة كله بيقى أحيانا في ما يسمى التزيور المعنوي إنه بينتعل صفة من صفته أنا ما أقدرش شغل محامي إلا ما يكون مسجل في نقابة المحامين ما يقدرش شغل صحفي إلا ما يكون مسجل في نقابة الصحافة نقابة ونقابة محترمة جدا بيسجل فيها وأعضاء من يسمى صحفي لها شروط لها قواعد لها أمور لو غير كده ما يبقى الصحفي ولا يطلق عليها هذا اللفظ أو لا يسلب نفس هذا اللفظ لأنه يقع في ما يسمى التزيور المعنوي معنا مين سلامة من دونيوات فضل سلامة يا فعاة ابو فشاء فضل أنا شاري فدان بعد أربع سنين فدان إيه سلامة إيه أربع سنوات شاريه شاريه طيب والأيام القورونا ما جاتوا الدينة جات ليه جار إفل السكة علي بتاع الفدان وزرع في صجر وعمل في سلم وعملت فيه كم من شبه ده أخوك ولا محمد اللي كان بيتكلم من ابني 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 بالسعودية اللي تكلمك الوقت طيب طيب هجاوبك يا عام السلامة حاضر هجاوبك حاضر هقولك هتعمل إيه الموضوع بسيط هقولك هتعمل إيه كان عندنا لأستاذ حسان من الأقصر اتكلم على مشكلة التأمين الصحي وأنه هو الدكاترة برضو بيطلعوا له أنه هو الراجل يعني ما يستحقش الكلام ده كله تقدر يا أستاذ حسان تطلب تشكيل لجنة سلسية لجنة سلسية في التأمين الصحي هتحسي ماذا الأمر يعني يا أخواننا كان راجل عنده مسامير تقفل عليه الطريق ليه ده كلام ليس قانوني بل والله قد يصلوا إلى مرتبة ما يسمى التزوير المعنوي لو الراجل يستحق هم قالوا ما يستحقش فتقدر يا أم حسان تعمل لجنة ما يسمى اللجنة السلسية كان باهية من اسكندرية بتتكلم برضو عن أنه هو قضية محجوزة للحكم في عمارة قانون أديم وبتكلم على مشكلة الترميم حاضر دي أواحد يا زحم يا باهية الترميم من مسؤولية المالك المالك هو إذا صدر قرار تنكيس أو ترميم للعقار فهو مسؤوليتك والسكان أنا عارف تزعلنا من الكلام ده والإيجار بسيط وكلام ده أنا فاهم بس هو ده القانون أنت المسؤولة عن هذا الترميم وحاولي تعود مع السكان قاعدة يعني ودية وقاعدة يعني طيبة ويساعدوا مع حضرتك وبرضو هم يتقلوا لا برضو يوزنوا المسائل ما أنتو بتكلموا قاعدين فيه لو كانتها ما تستطيعش فتنكيس ترميم على المالك ويخلى المكان إخلاء إداري عن طريق الوحدة المحلية أو عن طريق الحي عشان يتمكن المالك من الترميم أو التنكيس لأن لو ما تعملش الكلام ده هيرتب إلى كارثة كارثة النهاردة إن العقاري ينهار وتروح أرواح ملاش أي زنب على أمور بسيطة نقدر نعمل فيها معانا محمد منين؟ محمد من ضمنهور فضل يا محمد أهلو السلام عليكم عليكم السلام فضل يا حبيب أه والله يا فندم أنا عندي مشكلة ابن واختي كان في الجيش في البحرية أه وأصيب في الجيش طيب والمفروض طلع بالإصابة دي بسبب الإصابة دي وبعدين المفروض الوراء بتاعه حضرتك في البحرية دخلوا في أكتر من سنتين آه وبعدين مركون ما نعرفش كل ما بروح يسأل المفروض بيتحرك بعد كده بالخطوات الإصابة يا محمد عمل في بنوختك إيه يعني مبلغ الإصابة يعني عمل إيه غضروف الظهر غضروف الظهر آه كان بسبب حدثة عربية وهو بيخدم صح كده مضبوطة فانت طيب حاضر أقولك هتعمل إيه حاضر ماشي عناية محمد أشكرك على اتصال فالنهارده خلاص يا باهية أؤكد أؤكد إذا ما صدر قرار ترميم أو تنكيس لأحد العقارات على الجهة الإدارية أن تخلي هذا المكان إخلاء إداري حتى يتمكن المالك من إجراء تلك الترميمات ويجي استشاري وهو مسؤول عن هذا الأمر لو تركنا الأمر الوحدة المحلية أو المجلس المدينة هيشير المسؤولية وإنت يا مالك عليك أن تسرع وتخلي زمتك من هذا الأمر تجري وتبعي الإنذارات وتقول كلام عشان هما لو وقع أو نهار لهذا المكان ما تشيرش أنت المسؤولية كان معنا محمد من لقصر كان بيأخد معاش تكافل وكرامة وقطعوه لو يستحق محمد ليه أخوانا تقطعوه الكلام ده اشتكي محمد بذلك الأمر لو أنت تقدر يعني لو كان فيك الحالة موجودة عند عام إبراهيم بيتكلم على أنه فيه تقرير طبي لابنه وضربوا بعض وقعدوا وحكموا عليه في أعدى عرفية وحكموا عليه عشر طلاف جنيه يعني إبراهيم عايز أقولك أن محكمة النقد استقرت على أن تقرير طبي تقرير طبي دليل إصابة بس مش دليل إدانة دليل إصابة ومش دليل إدانة والأسف بعض المستشفيات أو الإطباء يعني أنا أسف التعريب بيدرب التعريب وبيضر ناس ملاش أي زم والقاضي معزور أما هو تقرير وعليه ختم النصر وحاوح الكاتبه على غير الحقيقة لكن فيه في شرفاء ما بيقولوش كلام ده لكن يا عم إبراهيم تقدر تقول حاضر يا حمد تقدر تتكلم على الكلام ده كله وتطعم في هذا التقرير معنا اتصال مين ألو السلام عليكم عليكم السلام معك أم محمد من أرض اللي هو يا فندي أرض اللي هو يا فندي يا أم محمد تقول لحضرتك إحنا قانون قديم عقد مشاهد وبيقولونا من حق المالك إن هو يطردنا من أمتى يا محمد من أمتى من أمتى محمد من أمتى العقد من أمتى 95 95 ومشاهرة صح كده مشاهرة وبيقولون يحقل المالك يطردنا عشان الأرض اللي هو قرية مش مدينة طيب حاضر حاضر عليك كلام ده مضبوط يا فندي لا أقول لك عني انت مؤجرين هو شقة ولا ما شقة يا فندي مشقة لا حاضر أجاوبك يا محمد حاضر أشكرك أشكرك كان عندنا المسجد اللي في اللي فين اللي في الصنطة غربية والناس عايزين يشيز دور الأولاني ويعملوه دار مناسبات ويقطعوا عبادة ربنا في هذا المكان ويطلعوا بسلم 32 درجة زي ما تكلم الراجل ويشق على الناس عشان مضيفة هتعمل فقط أفراح وليالي ملاح وتغلق بيطة ربنا سبحانه وتعالى وتيفل على الناس يعني إدارة الأوقاف أو مدرية الأوقاف في الغربية ليه المسجد ما تضمش ليه ليه هنتركه عرضة للإرابيين أو المتشدين أو المتعاصبين الدولة كانت بتضم كل المساجد حتى الزوايا عشان نغلق على المتحسلقين في الدين إنه يعتلي منبر مش بتاعه فتقدر حبيب تروح مدرية الأوقاف على الأقل تضع تحت إشرافها المرحلة إلى أن يضم وبعدين برضو المدريات أنا معرفش الكلام ده اللي لسه موجود ولا لا لن يروح يضم المسجد أو شيء من هذا القبيل هي يطلب بواب ويطلب شبيك ويطلب مش عارف إيه وكأن حاجة خاصة يعني لقد أنت تضم المسجد فورا عشان تحقق الغرض من هذا الضم إنه تبعد المتشددين عن منبر رسول الله صلى الله عليه وبرك عليه فما يصحش هذا الكلام وعلى إدارة الأوقاف تتحرك في هذا الأمر زينب بتتكلم على في حي الخليفة كنت عايزة إيه زينب ده خلاص ده تكلمنا على اللي هو عم خير الله لما تكلم على الترميم والأسر مل أم محمد بتتكلم من أرض اللي هو عقد اكترام محمد من خمسة وتسعين فهو عقد مش هنقول قديم يعني عقد مستمر يزري عليه قانون مية ستة وتلاتين لسنة واحد وتمانين مشارة بسهو يتجدد من تلقاء نفسه إلى أن يضع المشارع في الدورة التشريعية القادمة بعد انتهاء مجلس النواب الانتخابات يضع حل المشكلة دي فطالما احنا بعدت عن سنة ستة وتسعين في خمسة وتسعين لا بيسر عليك اللي بتسموه قانون قديم لكن مفيش حاجة اسمها قانون قديم وقانون جديد القانون الو مية ستة وتلاتين لسنة واحد وتمانين وتسع وسبعين لسنة كام يعني قوانين ايجار الاماكن تسر عليك والعقد بيتجدد من تلقاء نفسه معنا اتصالة فضل مين معاك معاك فضل ايو حبي فضل مين السلام عليكم ازاي سعد مسشار عليكم مسشار الحمد لله تمام فضل حبيب ازاي الله يحل ليك مسشار حضرتك فاندم لي يا اخ كان حضرتك حصل له كسر في دراعه وزي كده وكان في مشكلة مع جيران وكده يعني فحضرتك كان اخلص بيعمل كشف في المستشفى الجامع عندنا هنا فحضرتك جه فين فين جامعة ايه جامعة ايه اسماعلي قناة السويس عندنا اسماعلي قناة السويس اه ايو حبي تفضل اه وحضرتك جم في الاسم اخدوه عشان تكمل التحقيات وكلام من ده كانت مشكلة يعني وقعد عرفية وحكمت اللي حكمت به فحضرتك طبعا كان فيه كسر في دراعه والكسر يعني في الجامعة مش ما فيش اي يعني اي طرق من اللي هم يعني يعملوا عملية او حاجة زي كده يعني يعني مشكلة محمد ان الجامعة مش عارفت تصلح الزراعه المكسور ده اللي موجود ده ولا هي المشكلة حضرتك سعدت قالوله انت جيت هنا وهربت معا الاسم اللي جاء اخده يعني جيت اتسجلت في عندنا هنا ودخل يعني ودخل في الدخول العادي و بعدنا هارب الكلام ده صح حصل الكلام ده اه الكلام ده حصل فاندمه طبعا محضر والمحضر موجود وبالاسم زي كده يعني ومعا رقم محضر يعني وحصل بعدين تصرح وكده هي ايه برضو المشكلة المشكلة حضرتك ان هو المشكلة حضرتك لوقت ان هو بيحاول يعمل عملية في المستشفى مش عارف يعني بأي طريقة مش عارف يعمل عملية بقولوا لا انت سجلت هروب طيب يعني سجل هروب اكيد لا عقاب ويعود دخول مرة اخرى ويعمل عملية ده حقه ده مريض اجاوبك انا يا حاضر حاضر اشكرا اتصالك نعم طيبا الاتصالات اخواننا كتير والاسئلة كتير لكن بفضل الله بعد الفاصل ان شاء الله هنجاوب على الاستاذة ياسمين واخوتها وعمها ربنا ما يجزيه خير هذا العمل المستقب بولاده يا اخي التق الله فاصل ونعود لحضراتكم اعزائي المشاهدين ارحب بحضراتكم مرة تانية كم اتصالات انا بشكر كل من اتصل بشكركم والله يا اخواننا وارجو ان اكون بساهم وبأكد برضو لو حدش يعني ادري التواصل معي على الهوى الارقام موجودة على الشاشة والعنوان وعلى راسي اي خدمة مستعد اقوم بيها وقدمها للجمهورية بصفة عامة اي حد في اي مكان وبخاصة البلد الحبيب بقرة راسي الخليج اهلي وعلى راسي عندي عم سلامة برضو من نواحينا هناك في الوسطاني بتكلم على انه لمحمد وبعدين والده بتكلم انه شارين ارض وحد جاره حبس ارضه قبل ما نتكلم في القانون يا اخي قال صلى الله وسلم وبرك عليه بمن ان احنا بين الشريع والقانون قال ما زال جبريل يوصين بالجار حتى زنانته انه يورسه قاعد يوصي وفكر انه يعمل له مقدار في المراس النبي يوص على الجار السابع لا الكلامنا مش مزبوط النبي يوص على الجار لاربعين فصاحب الارض اللي حبس ارض الناس اتق الله يا اخي اتق الله طالما في جمعية زراعية يا محمد ابو يا عم سلامة فيه في القانون الزراعي حقس محق الارتفاق غصب عنه يشق طريق عشان تصل لارضك وتتخدم هذا الحق مقرر في امرين لو محبوسة مش عارف اخش اوامش فيها او مفيش مية بتيوصلي حاجة اسمها حق الشرب حق الشرب او الشرب موجود في القانون هتقدر طول الجمعية الزراعية تعمل محضر اثبات حالة هترفع دعوة مستعجلة فعلا هيبقى عندك فين في كفر سعلي تقريبا او دميات ام ياسين معنا اتصال اتفضلي ام ياسين سلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي اي حضار ولا اي حاجة اتعملت عملت معظر باي ام ياسين عملت معظر انهم اتعدوا علي انهم مش هدين يدخلون الحوز بحش ورصة عملت انتو تابعا مركز ايه مركز المينيا مركز المينيا نفسها طيب اقول لك حاضر تعمل ايه عني يا ام ياسين حاضر اشكرك يا بنتي حاضر برضو ارايب وهتك العرى الرحم فيا يا عم سلامة هتقدر تروح الوحدة الجامعية الزراعية مقرر لك بالقانون حاجة اسمها حق الارتفاق للارض المحبوسة ده امر ما فيش فيه كلام الارض المحبوسة بتفتح في ارض جارك يشك لك طريق عشان تصل للارض والخدمتها ده امر منتهي اسمه حق الارتفاق زي حق الشرب لما عايز تشرب الارض مش ما بتشربش لا يجوز ايضا مش وده كده برضو جاوبنا على الاخ اللي كان بتكلم من البحيرة اللي هو نفس الكلام يعني عندنا استاذ محمد من دمرور قال لي ان ابن اخته وصيب في الجيش في البحرية وما عملوش حاجة لغادي الوقت لو مصاب يا محمد اصابة في الجيش يعني اصابة بسبب الخدمة له له ما عاش مؤمو اسلام حاضر اللي هي بتاعت المطار يمبقى اقول لا عنها يا حاضر لا يا محمد ابن اختك لهم عاش لهم عاش يصرف من القوات المسلحة طب ما عملوش يبقى بنرفع للأسف دعوة في مجلس الدولة على السيد وزير الدفاع بصفته وتطلب فيهم الزامهم بتقرير معاش لابن الاخت طبعا هو لو كان بالغ يبقى هو اللي يتولى الامر بنفسه بتروح مجلس دولة بترفع دعوة بتقول أنا أصبت في الجيش ده يعني زي صبت العمل والقوات المسلحة أنا واثق إنها مش هتبخل على أبطالها مش هتبخل على من أصيب فيه أثناء خدمته في أثناء هذا الشرف وما تسيبوش بقى تقدر يا محمد ابن اختك يقدر يرفع دعوة في مجلس دولة معانا شرف الدين تفضل يا شرف الدين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلامة الله تفضل إزاي كان علي الباش الله يخليك تفضل يا حبيبي ربنا يكرم وكوديك الصح يا رب تعيش أنا عندي بيت أيل للسقوط من حوالي 13 سنة ولسه ما سقطش والله بكل سنة رفعت اشتكت لوزيرة إسكان والمحافظ والدنيا كلها وفي الآخر راحوا من ورايا المفروض أن اللي أجيب الترميم هم راح عملوا الترميم 16 ألف جنيه المحكمة حكمت علي أدفع التلت واللي التلت السكان يدفع التلتين دفعت لكن هم خلوني مسافر برة وفي الضر الأرضي بنى عمود في الغرفة اللي هي كانت بيستغلوها صالون وعملوا عمود يشيل البيت لو العمود ده واع البيت هي واع حاولنا بقدر إمكان تطلع اللجلة السنسية أكتر من ثلاث أربع ملات مروح نلاقي الضر الأرضي معفوض هم فعايزين أمري أنا مش عايز أهد البيت أنا عايز حاجة أني الحكومة تديني وانا أني خالي خالي المسؤولية لو البيت واع في أي لحظة أو أنت أو أنت تصنع لنفسك تلك الورقة وهقولك هتعمل إيه حاضر حاضر اتفضل اتفضل حاضر أجاوبك يعني حاضر أم إسلام في قصة مطار مبابة والكبر اللي بتعمل أم إسلام احنا بنشهد عهد جديد وبعض الناس السفلة السفلة اللي بيتريقوا على كباري ويتريقوا ده احنا بنرقة يا سادة بنرقة روح شوف النهاردة في مصافة النحاس شوف مدينة نصر شوف طريق بنها الحر شوف الكباري اللي كانت من سنين يجب أن تقوم سهلت الحركة وسهلت على الناس وعيشتها لكن هؤلاء السفلة مش عايز يعني دايما يسفه من كل ما هو جميل يعني لو رحت عند ميدان المستشار هشان بركات رحمة الله عليه هتلاقي هتلاقي جمال كنا بنقعد بالساعات في الطريق ده معانا السلام عليكم عليكم السلام والله حضرناك كسات المستشار معي مشكلة بس كنت أعزو اللي حضرتك عليها تفضل بالنسبة للشركات السياحة قابلت منذوق من حوالي ثلاث شهور كده في السكندرية يعني فأقل علي أن الشركة السياحة بخالات ساحية لقرية الأندرسية في مطروح تمام وتعالي حضرتك وقعد معانا في الشركة وليك هدية فأروحت حضرتك الشركة وعملت العقب دوت حاجة أثناء ملكية جزئية خدوك يا محمد على طريق ولا أخدوك منين دا خدوك آمن على الطريق وقالولي يعني كان يوم وقالولك حمد لله على السلامة وأخبار الطريق إيه وعمل إيه والكلام ده كله ودوك مش عارف إيه وتعالى قابلنا والكلام ده كله والثاعة مش عارف كام عشان جدية صح كده دا على الطريق آآ آآ كل شهر محمد جينا على السنة الثلاثة وثلاثين ألف وبالها إيه حصة في القرية الأندريسية طيب هم نفزوا ولا ما نفزوش يعني أنت أخدت أسبوع في السنة ولا في الشهر آآ للأسف اللي هو صاحب الشرك دوت يعني كان هم المنضيجين يشغلين ما حصل مشاكل ملئنه فطبعا اتصلوا بكل العمل ونقضوا في الإدارة في القرية الأندريسية فبرضو ما اصطلنش لحل وغير الوقت بقى ثلاث شهور بيماطل ومش عايز يجيب الفلوس أجاوبك كل اللي هو عاديتك حايتين عن الشرق الجزائي أجاوبك يا محمد ما دي معروفة يا سيدي على الطرق السريعة شوية شباب وفيه اللبسين شياكة قوي ويهجوم على العربيات وحمد الله على السلامة الناس بتظن إن هو مسؤول أو حد موجود فيعرض عليك الأمر ده وبتقفله احتراما للمنظر أو الشكل ولا هو مسؤول ولا مسؤول على الطريق حمد الله على السلامة أخبار الطريق كان إيه عملت كلام عشان يجر رجل الرجل يعني في النهاية هقولك يا محمد تعملي واشكرك طيب يا سيتم وإسلام مطاري مبابا الدولة مش هتسيبك الدولة النهاردة بتعوض حتى لو بإيواء عاجل إيواء عاجل لا بتعوض 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 الكلام ده كله والمحافظة أنت طبعا مطاري مبابا في الجيزة هتشوف لهذا الأمر وتقدمني للسيد المحافظ هو رجل محترم جدا 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 يشوف لك القصة دي إيه وبعد المطاري مبابا منطقة حيوية جدا وبرضه كانت يا مو إسلام وانت تشاركين الرأي كانت من مناطق يا أخواننا المكدسة عشان تعادل مطاري مبابا كاية كارثة نعم مين مين مرسي معنا أستاذ مرسي تفضل الله يخليك أفندي أنا وسهلا حضرتك أفندي بني بيت في الأرض الزراعية من 2015 ممكن أن تخلص كل حاجة بس مش عارف هو وصله مية جيت هو وصله مية الناس الجران مسافة طويلة حوالي 300 متر أو 400 متر فالناس وقفوا لي ولا ما تعدش من هنا نفسي يعني على طريق يا مرسي أنت صالحت في أوفقة قانون جديد ولا اتصالت من إمتى نعم متصالح في شهر 11 اللي فد 11 تمام في شهر 9 شهر 9 شهر 9 تمام طيب والمية ما وسلتش غد دلوقت تتبع وحدة محلي وحضرتك إخواتي هتجاوزوا في البيت ده والفرح كان متحدث في شهر 10 اللي فد ده وأجينا الفرح بسبب موضوع المية ده أجاوبك حبيبي حاضر الوحدة المحلية تتبع أي وحدة محلية تتبع الوحدة المحلية قالت لي الصالح مع الناس يعني قالت لي ما فيش حاجة اسمها إن إحنا ندخلوكم أي حاول تتراضي يعني عدها بالتراضي فطبعا روحت للناس اللي هم دولات ما فيش يعني جبت لهم ناس وعدت معهم بالي كم سنة بقى روح لهم ومش عارف طيب أجاوبك 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 يا مورسي حاضر أجاوبك كان معنا برضو الأخ اللي كان بتكلم على إنه عنده كسر في زراعه و نعم حاضر إنه كان عنده كسر في زراعه برضو محتاج للمعاش برضو يا سيدي إن إحنا فيه معاش تكافل وكرامة ولو أثبتت هذا الأمر وإنه أدى إلعاها مستديمة الدولة بتستجيب فورا هذا الأمر تقدم للجهة اللي أنت تتبع عليها ومعاك تقريبك الطبية وهما يكشفوا عليك برضو لو ما عجبكش الكشف زي ما قلنا فيه لجنة سلسية البيت الأيل للسقوط اللي هو كان العم محمد أو اللي كان بقولك مسافر وهما رميموا البيت شوف يا سيدي القصة كلها يا أخوانا البيوت الأديمة دي النهاردة بيصدرها يا قرار إزالة يا قرار ترميم يا قرار إزالة يا قرار ترميم طيب في عجالة كده النهاردة قرار الإزالة لو صدر يستطيع الشاغل للعين أنه يطعن عليه أمام محكمة بس لو هو خطورة دهمة أو هيقع لا يعني نعمة تسويف طيب الرجل عايز يخلي مسؤوليته يخلي مسؤوليته على هذا الأمر هتقدر تعمل لقاتي يا عم محمد مثلا هتقدر تعمل لقاتي هتثبت أو تثبت أن فيه خطورة دهمة من هذا البيت من هذا العقار وأن الترميم اللي تم ما يصلحش وقائم على عمود واحد زي ما أنت قلت تستطيع أن أنت ترفع دعوة مستعجلة بالتمكين من دخول المكان ده عشان تشوف القصة ماشية ازاي أو لوحدة المحلية أو الحي التابع لك يقدر يدخل يقدر هذا المكان ويشوف صالح ولا مصالح تقدر تجيب لجنة استشارية من كلية هندسة إسكندرية وتكتب تقرير وتبعت إنذار على يد محضر للحي حتى والمحافظ كلهم بصفاتهم أنك تخلي مسؤوليتك إذا ما تهدم أو وقع هذا البيت وتثبت بكافة في الطرق إن الترميم ده ما نفعش أو مش كويس فدي سهل خالص وتجيب اللجنة وتثبت إن هو ما ترميمش صح لكن في الأصل يا أخوان المكان المؤجر إذا ما صدره قرار تنكيس فهو على المالك معنا محمد البحر رحمة تفضل عليكم عليكم السلام ممكن حضرتك السؤال تفضل تفضلك الله حضرتك أنا كنزوش ترفع علي قايمة منقلات تمام وحاولت إن أنا حل بالكذا بالكذا فريقة ما عرفتش طيب تمام فتنفذت علي عقوبة خدت ست شهور سجن وشهر تعاد محكمة ومحمة حيزي كده آه إلا المصروفات كلام طيب وشهر تاني طيب وبعدين تمام أنا نفذت العقوبة اللي هي بتاعت القايمة دي وطلعت من السجن بس أنا عايز أعرفيها يا حك الزوج إنها ترفع عليها دعوة مدنية أو أنا كده صرت القايمة ولا إيه الوضع بس عشان مش فهم أنا القصة دي سؤال كده عابر أنت في منك ولاد منها ولا ما فيش ولاد لا 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 ما فيش أي ولاد إلا عافش تحت إيدك ولا كان عندها ولا إيه بالضبط إلا عافش تحت إيدها طيب أقولك تعمل إيه حاطر حاطر وليه وليه سبت نفسك تاخد ست تشر يا مولانا ليه يا محمد ليه أنا حاولت بكل ما كان في حاجة اسمع إنذار عرض للمنقلات يا سيدي وكنت تطلع منها بمتاز سهولة خال استاقض العفش على العربية وتعمل إنذار عرض على يد معضر وتروح الإزم التابع ليه تعالي استلم عفشك قلت لك مش هو بيجي خبير يقرنه هو حتى لو معاك سوء من أيام الجواز يعني هوتكت انفضل طب هو بعد ده أنا ما خدت نفس العقوبة دلوقتي وفيه أي برضو ممكن هي ترفع دعوة مرة تانية أيوة يا محمد أيوة أيوة تقدر تقدر خلاص أنت بصدت عقوبة جنائية ونفستها خلاص العقوبة الجنائية دي يعني تكفي الله أنها تعرفع دعوة تعويض عم الدار المادي والدار المعنوي فأنت حاول حاول برضو العفش الموجودة تعرض عليها تعرض عليها عشان تتفاد دعوة العفش موجودة بس برضو مش هأكد لك أن هي ممكن ترفع على الحجم الجنائية اللي تاخدته دعوة تعويض ممكن أشكرك يا حبيبي الأستاذ اللي كان بتكلم من اسكندرية يا أخوانا في عملية نصب بتحصل على الطرق السريعة بالذات أنت جاي من اسكندرية السريع على أي بواب من البوابات على بنها الحر على أي مكان طريق السخن طريق تلاقي شباب واقف لابس بدلة وبتشيك وتمام ويشاور لك بعد ما بتعدى أو تدفع الكارتة الحمد لله على السلامة ساعدتك أي أخبار الطريق الدنيا عامل إيه يا طرى الطريق كويس أنت ملك أنت هو يعني بيهمك أنه هو شغال في فائز الطرق والكباري مثلا ويطمئن على أحوال الطريق وفجأة يظهر وجهه بقى يطلع هو مندوب شركة سياحة تعالى إحنا عندنا بتشتري حاجة اسمه ليالي وعندنا شؤ وتروح توقع على قصة أوراق وعشان تشتري أمر ويحصل ليحصل يختلف المندوبين مع الناس ويقولك لا روح خل فلوسك فهي الأمر كله هي حيلة حيلة للتعاقد مع تلك الشركات يجب ألا يتم بهذا الشكل فيا محمد أنا بسامي ولينهم من أنواع النصب وتقدر تعملهم محضر للشركة دي وتقدر ترفع جنحة مباشرة بالنصب معنا أمماري مسكندرية تفضلي أي فاني القاهرة اتفضل أمماري السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا فاندم أنا والدتي عندها شقة إيجار قديم وهما الساكنين يعني سايبينها من زمان وبقالهم حوالي 8 أو 9 سنين وقفلينها على الفر الملاك يعني سايبينها يا مريم لا مش الملاك اللي هما مأجرينها إيجار قديم آه يعني يعني والدتك هي مأجرة للناس دي آه آه والدتي صاحبة الشقة وهم قفلينها على الفر وبيدفعوا الإيجار بتاعت 30 جنيه شهرين طيب العقد من إمتى يا مريم أمو مريم العقد من إمتى لا العقد من تمانينات قديم جدا تمانينات طيب آه تقريبا من 82 أو 81 حاضر وسايبينها بالهم قديم يا مريم قدي إيه تقريبا بقى لهم تفع سنين كده مغلقة الزوج متوفتي بس الزوجة موجودة وقعدة في شقة تانية والأولاد كلهم متجوزين وهم قفلينها بس كده على الفر فوالدتي دلوقتي عايزة تاخدها هم مش عايزين يسبوها طيب حاضر حاضر فهيس مناش حل قانوني ناخدها لا 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 حل يا مريم لا لا حل قانوني لا يعني حاضر الأخ مرسي اللي كان بيتكلم على إنه هو اتصالح وفق قطوة الصالح قانون التصالح الموجود حاليا بقولك يا أخوانا والله ولله إن قانون التصالح من أفضل ما تم في بصر أفضل شيء تم توفيق الأوضاع على المخالفات عشان نحد من استهلاك الأراضي الزراعية يا أحمد أنا عايزة بس أصبر عليها شوية في الاتصالات أجاوب قال مش لاحق والله يعني ما تكلمتش في موضوع بتاع التسجيل إيه هو قانون التسجيل الجديد يعني استاني عليها شوية بس نجاوب على الأسئلة دي حاضر ولو حد عايزة يا أخوانا يتواصل الأرقام موجودة على الشاشة ويتواصل معنا أنا حاس أنه أرهيقه في الكنترول بشكركم يا أخوانا والله السيد المخرج والمعد والسيد أحمد بيب وبشكركم يا حبيبي على المجود الطيب ده طيب طيب الأخ مرسي كان بتكلم على إنه من 2015 واتصالح فعايزة أقولك إن القانون التصالح ده أخوانا في مخلفات المباني من أفضل مصادر في مصر عشان ينهي خلاص الحقبة دي بقى وحقبة الحبس وبناء بدون ترخيص واتصالحت خلاص بقى معك شهادة رسمية شهادة حياة للعقار لو عليك مخلفات عليك جنح قبل كده واخد حبس واخد غرامات بهذه الشهادة تنقضي كل شيء لكن قصة المية لأ من حقك اسمها حق الشرب برضو تقدر تلزمهم طيب يعمل إيه مرسي شوف يا مرسي جرانك دولت كم اسم منه موجود أو اللي هو متصدر لك أو في القصة هنعمل محضر في الشرطة محضر إثبات حالة إن الناس يمنعني إنه وصل المية لديه حق وحياه يعني خاتبه لك إزاي وبعد كده تقدر ترفع دعوة مستعجلة بإلزامهم بعالم التعرض بعالم التعرض لدخلك المية لأن ده أمر جوهري ونص على القانون ترفع دعوة مستعجلة وهي فيها شق الاستعجال الناس عايزة تشرب حتى لو بقت دعوة موضوعية هتاخد حقك لأن برضو الأمر بقاله فترك بلا جدا الأخ محمد من البحر الرحمر اللي تكلم على قيمة المنقلات والست يعني ما سابتوش ورفعت دعوة أنت محمد غلطان في حق نفسك من يوم ما كانت رفعت جنحة التبديد والعفش تحت إيدك كنت تقدر تعمل ما يسمى العرض إنزار عرض المنقلات وده برضو كلام للناس الزوجة اللي خلاص باعت ورفعت على زوجها قيمة منقلات والعفش تحت إيد الزوج يقدر يحصر العفش وفق القيمة الموجودة ويجيب عربية ويحطها للعفش وروح للإسم اللي هي تابع له ويعمل لها إنزار عرض وينزل معه محضر عفش كستي خليته بقى خلاص كفى لم ينشر القتال ما خلتهش وعايزت تزيد يعني شراها في القصومة نقدر بنجيب خبير يثبت العفش ده وممكن قضي يحكم البراءة لتعسفة في الاستلام لو ثبت عفوا إنه هو ده إيه إنه ده حقه أم مريم كانت من القيارات تتكلم على الإيجار القديم اللي موجود أيها أم مريم لك حق قانوني الناس برضو يعني يعني بالله ما عندهم دم من الآخر يعني أنتوا خلاص ربنا أنعم عليكم والستة أم مريم ستة كبيرة واخدين شقة وقفلينها وبتعرضوا الإيجار من سنة تمانين ويا سيري ما تسيب المكان ده شرعا طبعا احنا بين الشرع والقانون عقد الإيجار ده يا أخواننا عقد مؤقت مؤقت بتأجير منفع خلاص خد حقك توقع الله سيب المكان للناس وتستنفع به من الثمانين يعني فيما يسمى أمام العامة يبعا عقد قديم ينطبق عليه قانون مية ستة وتلاتين لساتة وعيدة ثمانين وقانون إيجار الأماكن تقدر يا ممريم ترفع كذا دعوة بهذا الخصوص تقدر تدفع كذا دعوة دعوة اسمها فسغ عقد الإيجار للترك إن هم تركوها تركوا لإيه العقد تركوا لعفوا المكان أمو مريم اتفضلي أبو مريم أيها أسمع عليكم أوه أبو مريم اتفضل أبو مريم أيها أساس المستشار زيكا أساس محمود اتفضل حبيقيا أهلا بك اتفضل حضرتك أنا هستشيل حضرتك بس في قضية عندنا اتفضل وإخواتهم أخوتك بنات رفع ضي على الحاج على الوالدة على الوالدة وإخواتها السبيان والد سابع عقار مكون من عقار من الهم أخوالها يا أبو مريم أخوالها رفع على عامة وأخوالها لا حضرتك أولادها أولادها وأنت منهم وأنا حضرتك أنا أخوهم طيب رفعين يعني مرفوع عليك ضيب رفع دعو يعني رفعين دعوا بإيه بقى أخوتك بنات حضرتك من سنتين من سنتين ثلاثة حصل عقدي اسمه بينه وبين إخوات البنات أن والدي سبع عقار بيه تسعة في الشغة فكل عائل من معايا سوز محمود معاك قسمة رضائي عملته عقدي قسمة رضائي بينك وبين بعض صح كده؟ وكل واحد خدنا نصيبه حضرتك بما يرضي الله طيب وبعد كده حضرتك عشان طبعا والدي سايب أن العقار إيجار قديم رحوا رفع قضية قضية أن هم مضوا على اسم العقدي ده اللي هو عقدي اسمه بالتزوير طبعا وعليه بالتزوير فعلا؟ هم اللي زوروا حضرتك مش أحنا اللي زورنا يعني تعانين على توقعهم يا أبو مريم تعانين على إيه؟ حضرتك يا سيد المستشار أقول لها حضرتك على حاجة هم جابوا شهود زور قالوا أن العقدي ده حصل تحت التهديد والإكراه والكلام ده عشان البيت إيجار قديم وجابوا اتنين شهود مستكنين معنا في البيت وقالوا في محضر الجنسة لدول فاكنين معنا في البيت وهم مش في البيت أفهم من كلامك أن هم كده رفعوا دعوة بطلان القزمة الرضائية عقد الاسمه آه عقد الاسمه لأنه تم تحت إكراه والكلام ده كله صح كده؟ تم تحت الإكراه والتجميز بناء على شهادة زور هم جابوها شهادة زور طيب القضية مزاد متدولة واللقودية فيها؟ لا إحنا معرفناش بالقضية غير ما استقنفنا لأن النيابة حضرتك بتبعت لنا أنه فيه اللي أنتم مش عاكزين تسلموا المراس لإخوات كل البنات وأنت والديتك يعني رفعوا جنح رفعوا جنح عدم تسليم مراس صح كده؟ آه أيوة وحضرتك هم واتحكم فيها؟ لا ما لسه متحكمش فيها حضرتك إحنا معرفنا أن هم رفعين علينا هضية إحنا رحنا واستهلفنا في الحكم ده وورينا لهم صورة العهدات اللي أم خدهم حضرتك لأن العكار كله هو بيه تسع العكار فيه تسع شواء هم واخدوا منهم تلاتة والدتهم معانا يعني كل واحد الزكر مثلا ياخد اتنين والبنت تاخدها كل حاجة بجيبه يجل له حضرتك أيوة للزكر بمسحة طيب تماما معجبهمش الوضع عشان إيجار قديم حضرتك معايا معاك لهم ما خدوا إيجار قديم يعني فعايزين رجعوا في الكلام تاني لأ والد كله العكار كله إيجار قديم حضرتك ما فيه تسعيب لنا حاجة اه يعني بل هي الشقة اللي احنا عاديم فيها أنا والدتي واخوية تاني بس هم هل تسعيبين يعني أنت مش مميز عنهم في حاجة يعني طيب يا حبيب فيهم لا لأنا فيش تمييز ده بعدين حضرتك هل ينفع أنا عايزة استشيل حضرتك بس في حاجة هل ينفع لو بقى هم مثلا يشتكوا والدتهم واخوتهم عشان والدي الله الحمو سيئب إيجارات قديمة وهم بيقولوا دراعنا حضرتك معلش أنا بكلمك بالأمانة والله لا اتفضل بيقولوا دراعنا عشان ياخد بيقولوا دراعنا عشان خاطر ياخد فلوس وبعدين حضرتك جابوا اتنين شهود زور مش ساكنين عندنا في البيت وقايلين في محضر الميابة اللي ظل ساكنين عندنا في الميابة في البيت نحن قدمنا الأوراق والمستندات بتاعت العقودات بتاعت البيت اللي ظلت مستاكنين عندنا أجاوبك يا مماريم أجاوبك حاضر أجاوبك حاضر أولاك هتعمل إيه هنرجع لمم مماريم بقى يعني بتكلم على خلاص يا مماريم قلتك هتقدر ترفاع دعوة فسخ التعاقد ده للترك وتقدر برضو ترفاع دعوة فسخ أو إنهاء العلاقة الإجارية لعدم وجود الوارس اللي يمتد إليه عقد الإجار يعني عدم وجود الوارس ولو شروط الوارس ده لو أثبتت إن المكان مقفول من تسع سنوات هتاخد الشقة وتقدر تروح لك كهربة هقولك على نصيحة طيبة جدا تروح لك كهربة تشوي الاستهلاك قد إيه هتلاقي الاستهلاك مثلا ممكن يكون زيرو صفر أو قليل ما يتناسبش مع التسع سنين ده ورقة خطيرة جدا في إثبات الترك ترفع دعوة إنهاء عقد الإجار أو فسخه لترك المكان خلاص وعندك دعوة تانية ترفع دعوة برضو فسخ العقد لعدم وجود من يستحق الامتداد القانوني له وشروطه أن يكون مقيم مع الوارث سنة قبل وفاته مع المؤجر الأصل سنة قبل وفاته فستقدر يا مؤمنين تعمل الكهامنا كله أبو مريم بقى إخوات البنات رفعوا على أموم قضية إخوات البنات القوارير رفعوا على الأم قضية على أمك ما أنا بكلم باعتبر شخصي يعني ماشي هاتي فريدة وبعدين نرود على المرمي اتفضل يا فريدة أيها السلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك الحمد لله فقول له حضرتك أنا عندي يعني قضية عايزة حضرتك تقول لي عليها يعني موضوع كده عايزة حضرتك تقول لي علي اتفضل يا فريدة أنا كنت متجوزة قبل كده واحد وعيالي يعني بعد ما اتطلقت منه وهم كانوا كانوا حامل في أربع شهور طيب وبعد ما ولدهم أبوه اتحبس خطى 13 سنة أفم كان يعني جبت توائم بقى أو حاجة توقم أو حاجة يعني آآ كان معايا توقم وهو اتحبس 13 سنة وكانه معايا وبعدين اتجوزت واحد تاني وكنت اتطلقت منه بقى بسبب الحكم يا طيب تمام آآ اتطلقت منه واجوزت واحد تاني طيب هو عايزني أسفل له السعودية بس عايزني بعيالي قال لي هاتي يعني هاتي عييلة من العيال معاك عييلة واحدة أنا ولا الباق طيب تمام لا يعني واحد هيتني مع والدتي والتاني أنا هاخده معاي بس أنا مش عارفة الإطراط قالوا لي لازم موافقة القب وهو دلوقتي اتحبس تاني مقيد الحرية وأنا مش عارفة أعمل إيه أقول لك تعمل يا حاضر يكفي كشار المرض الله يصلح حالك تعيش يا فريد ربنا يبرك لك ربنا يبرك لك حاضر نرجع بقى لأبو مريم يا إخوات أبو مريم ترفع لأمك قضية وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا الجايزة اللي ربنا أعطها لك في حياتك الأم تترفع لأقضية مهما كان المطلوب ده الشرع يعني ربنا سبحانه وتعالى وكان لأيه في القرآن تعبير يعني ولا تقول لهم أقف حرفين كلمة أف حتى لأن كلمة أف دي أحيانا بتطلع بدون تحريك شفايف فهذه الكلمة محرمة على تتقلل الأب أو الأم لكن ترفع على قضية وتخش محاكم ويبقى اسم أمك متدولة ده أنت أو أنت يا بنات يعني ربنا بقى هيتصرف معاكم لكن لو هنتكلم بقى بالقانون تعايا سيدي هم من ثلاث سنوات حصل عقد الاسم الرضائي يا أبو مريم فيه طراخي النهاردة أنهما ما أخدوش الإجراء ده طيب أنت كنت فيه من ثلاث سنوات هتقدر أنت تثبت عكس كلامهم هيقولك ده ده الوقع العقد بالإقراه والكلام ده كله ده تقدر تثبت عكسه وتقدر ترفع دعوة دعوة تثبيت هذا الأمر أو الاعتداد بعقد القسمة اللي تم بينكم الليوم من ثلاث سنوات وتثبت بكفة طرق إثبات أنت قلت أني وجاء بالشهور مش موجودين خلاص الكلام بتقلل محكمة وهتبين أن فيه تراخي في تغازي إجراءات من ثلاث سنوات وهدفهم الكيد على زعم أننا واخدين شواء إجار قديم أو لو ما واخدين شواء إجار قديم وانت واخدين وانت قلتين لا لأ كلكم زي بعض المحكمة لازم يتبين إليها هذا الكلام لأن لازم تفاهمهم لو ما حصلتش الاسم الرضاء دي وأقرت عشان نفرز ونجنب المحكمة هتصدر قرار أو حكم ببيع هذا المزل في المزل العالمي هيباع ويعطر كل واحد قدره يعني اسمها كل طبعا تذكر بسعادة هاتي مشي الأمر دي كلها فإن هي أم واتشكت ده أمر أنا شخصيا يعني أعوذ بالله من هذا الأمر يكون عندك أم أو أب ويطراب عليه قضية يعني إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل السماء أن يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فعمل صالحا نكرمك من أجله أكيد يا يا أخوات أبو مريم أمكو أزيت مشاعرها وأكيد يا حزينة منكم وأجركم من الله لو دعت عليكم معنا اتصال مين يا أستاذ جمال اتفضل اتفضل يا أستاذ المستشار اتفضل يا حبيبي عندي مشكلة فقلقة من من 2014 عربية مسلوقة طيب وبعدين وطبع أبضنا على أم البحر البقر وهي الوقت فركز الحسينية فقوز طيب والأضياء دي العربية طبعا أخدتها البحث الجناء في الكيارة في العمار المرفح حصوها وثبت أن هي عربية الحوامي كان نجلك ركب الشاساء والمطار طيب وطبع لما حولنا البحث الجناء تبت أن هي العربية تملك دفع المطابقات بتاعتي والحربية دعوة صحة التوقيع والغياد ده كان موضوع الحلقة النهاردة مع كنا نتناول وإن شاء الله الحلقة جاية برضو يعني ربنا يسهل عشان نتكلم في قصة اللي هو إسقاط فريدة فريدة كانت عايزة يعمل متزوجة و13 سنة أيو أيو حاضر حاضر طيب أنا أسف فريدة أجوبك هي كانت متزوجة وزوجها دخل السجن أنا أسف فريدة حاضر وعايزة تسافر بأحد أولادها فعلا لن تصعي أن تسافري إلا بموافقة الزوج لكن الزوج هنا فقد الأهلية المدنية فقد الأهلية المدنية بحبسه فتقدر تروحي نيابة الأسرة التي تتابع عليها وتقدمي طلب وتقدمي ما يثبت أنه محبوس والنيابة الحاسبية ممكن تصدر الأمر بسفر بنتك معاك أو ابنك معاك ده ممكن لأنه خلاص زوجك تحبس فقد الأهلية المدنية كنا هنكلم حضراتكم على مسقطات الحضانة وإمتى تسقط وتبقى الحضانة مش حضانة وفيه شروط كده لكن مش هنتناول دي الحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم فيها لكن عايزة أكلمكم في قانون التسجيل اللي صدر مؤخرا اللي هو رقمه تقريبا 186 لساة 2020 قانون جميل جدا 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 أصدرود الدولة والحكومة بنشكرها عليه فعلا قد يكون زاهره بزعى للناس لكن والله أبدا ده هو في صالح الناس دعوة صحة التوقيع دعوة تحفظية مش دعوة نائل ملكية كنا نلجأ إلى دعوة صحة التوقيع لأن كانت إجراءات التسجيل شقة وعقيمة وكلام ده كله فكنا نقدر نعمل ايه نقوم راحلين نحكمها واخدين دعوة صحة توقيع عشان اقدر اركب الغاز اركب القهربة ادخل المية اعمل اعمل ترخيص وحاضر قدامنا تالت دقائق الصارد فكانت دعوة صحة التوقيع دي اخواننا دعوة تحفظية صدر القانون الجديد اللي هيسرف 1-3-2021 قانون تسجيل العقارات التسجيل له طريقين يا تسجيل رضائي اللي اتنين هل يوقعوا وده باجراءاته الطبيعية زي ما هي او تسجيل بحكم صحة ونفاذ والقانون حط شروط لهذه الدعوة وسهلها جدا 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 مجرد ان انت هتتقدم بالحكم الى الشر العقاري بيدكها رقم اسمه رقم وقتي رقم وقتي وتنشر في الجرايد الحكم تقول يا اخواننا انا صدر لي حكم كذا 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 والناس تقدر تعترض خلال 30 يوم والقاضي الجزئي او قاضي الامور المستعجلة هو اللي بيفصل في الطلب ده يا يوافق على الاعتراض او ما يوافقش ما وافقش على الاعتراض خلاص اصبح الرقم اللي انت خدته ده رقم الشهر بتاعك وبيمشوا بعد كده في اجراءات التسجيل بس لسه ما استطلتش لايحة تنفيذية لما لايحة تنفيذية لهذا القانون تصدر هنعرف هل بمجرد ان خدت رقم الوقت ده كده خلاص اشهرت العقار ولا لا لكن فحوى القانون ممتازة جدا وسهل للإذراءات بس ندائي للسهل وزير العدل ان يعني الاخوة الفنيين في الشر العقاري يرحمون شوية بقى من اقافات 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 وبيعطلوا سروع عقارية جدا في مصر ممكن ان هي تؤدي الى تطور المجتمع وتؤدي الى حياة افضل لكن بصراحة يروح الطلب يمكن هو بفتر مش عايز ملوش مزاج يقوم تشد الورق يقول لك اقاف اقاف ويوقف الطلب ان شاء الله الحلقة الجاية هنستمر مع حضراتكم في هذا الامر ويعني هناخد اقاف والوقت في الحلقة الوقت مرة مع حضراتكم مرور طيب ولان والله سعيد بهذا اللقاء وسعيد ان انا بقدم الخدمة دية وبشكر قناة الصحة والجمال ان هي اتاحت لها لكده وبشكر من طلب السمرار البرنامج في موسمه التاني وكنا هنعمل البرنامج الاخر لكن ان شاء الله يمكن قبل رمضان نفتح قصة المسابقة في القرآن يا اخوانا انا بشكركم وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعكم بما سمعتم ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يخل جميع مشاكل الناس ارقامي وتلفونات تحت امر حضراتكم والعنوان الموجود اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا من كل مكرون وسوء من اردى يا رب مصر خيرا فوفق ومن اردى بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته